إحياء للذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة للفاتحي من نوفمبر الف وتسعمائة واربعة وخمسين نظمت بلدية دراريا بالعاصمة الجزائر احتفالية بالمناسبة حضرتها السلطات المحلية والأمنية والأسرة الثورية وكذا الجمعيات والكشافة الإسلامية الاحتفال تم بإشراف كل من الوالي المنتدب ورئيسة بلدية دراريا على إطلاق اسم الشهيد محمد الطهر حايد على الملعب البلدي لبلدية دراريا الدكرة السابعة والستون لذكرى أول نوفمبر المجيدة بلدية دراريا قامت بعدة نشاطات تخليدا لهذه الدكرة المجيدة كما تم بالمناسبة تدشين عد منشأة ريادية باسم شهيد هذا شرف ليا هذا شرف ليا بزبزف بعد قلت لك واحده سبعة وستين سنة ديروا الملعب على اسم بابا خالدة لتضحيات جسام قدمها أجدادنا وأباؤنا في ثورة نوفمبر المجيدة ثورة التحرير حيث من خلال هذه المناسبة ننحني بإجلال وإكبار لكل شهداء الجزائر البرارة